ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى ومكملين حلقة الأسئلة حلوة حلقة أبو منا وجنة بيقول حضرتك مسائل خير يا دكتور أنا بنتي في كيجي وان كل المشكلة أن هي بتاكل كتير في خطر عليها ولا لا أعرفش مين اللي قيم أنها بتاكل كتير بس هو شايف أنها بتاكل كتير ما هو يعني ما هو أولاً لازم نعرف وزنها وعمرها ما هو في كيجي وان بس هي عمرها قد إيه وزنها قد إيه هو العبرة مش بالانطباع وبعدين ثانياً برضو خلوا بالك يا جماعة أحياناً من كتر ما احنا بنبقى مركزين في الأكل من أفضل وبنطلب من الطفل أنه يأكل وبنربط الأكل بالشطارة يعني فاكرة من هو حتى صغير آه أنت شاطر لما تكتر شاطر فأحياناً الأطفال بتاكل لإثبات المبدأ ده أو لأنهم يبقوا ملتصقين بالصفة دي دي أول حاجة ثاني حاجة أنه أحياناً الأطفال بتاكل كتير نتيجة ربط برضو الأكل بحاجات زي الكرتون أو التلفزيون أو كده فبيعودوا بس عشان يعودوا يتفرجوا فيعودوا يأكلوا ثالث حاجة أنه أحياناً إحنا دايماً بنفسر أن الطفل يطلب الأكل ده يبقى طفل يا حبيبي ده نفسه مفتوعة دي له ده بينمو ده محتاج لا الوزن الزيت زي وزي الوزن الأولاي ده موضوع يعني أو ده اتجاه الاتجاه التاني بقى أنه ممكن يكون فيه مشكلة لقدر الله في الغدد الصماء طيب مين بقى اللي قادر على الفصل ما بين الاحتمالين هو الطبيب لكن قبل ما نروح للطبيب لازم نعرف وزنها دي مش ربما يكون اللي أنت معتبر وزن زائد ده أو بتاكل كتير يكون فيه يعني يكون ده في الإطار الطبيعي ممكن تكون الظلم جاء أنه هما شايفين أن الطفل ده باكل كتير وبياكل عادي بياكل عادي أو ممكن يكون عنده حالة بتؤدي إلى نهم في الأكل نهم في الأكل زي مثلاً بعض أنواع التفايليات ودي ما ببانش غير في تحليل البراز فبيكون عنده نهم للأكل بشكل دائم معاكس برضو أنواع تانية متفايلات تخلي الطفل ما يكلش خالص يعني نقصد إيه؟ إن إحنا مبدأياً بلاش انطباعات خالص نقول بس الطفلة اللي عندها أربع سنين خلينا نقول إن الوزن المثالي هو وزنها ستتاشر كيلو العمر بالسنين في اتنين زائد تمانية أربعة في اتنين بتمانية زائد تمانية ستاشر لا ما تبصليش في الحساب خمس سنين العمر بالسنين في اتنين زائد تمانية خمسة في اتنين بعشرة زائد تمانية يبقى تمانتاشر يبقى لو عندها أربع سنين مفروض وزنها يكون ستاشر لو عندها خمس سنين مفروض وزنها يكون تمانتاشر وده الحد الأقصى في المعادلة دي ما ينفعش نطبق المعادلة دي في المطلق وبتهيقلي برضو نشبق وزنها قد إيه من اللي أنا بقوله ده بناءً عليها نبتدي نخار دكتور في سؤال معلش بقى أنا أسفل أنا حاكس الأدوار اسمح لي أن أجاوب عليه لا عشان أنا بحس إن في أسئلة شوية تبت باتهم تسيبني لبرنا في قوتة في مرحاك